اجلس عند رأسه يا علي جلس عند رأسه أوصى عليه بوصاياه سلمه مواريث النبوة بعد ذلك التفت إلى أمير المؤمنين وقد غرورقت عيناه بالدموع يقول يا علي أي الناس أعز على قلبك قال أنت يا رسول الله وابنتك فاطمة قال يا علي أما أنا فراحل عنك وأما يا فاطمة فإنها تُعصر بين الباب والجدار يا علي تُلطم عينها ويُسقط جنينها قام علي ورفع الأعمامة قال هادي شلون أصبر عليها أنا شلون أصبر يا رسول الله قال ما تسمع اسمي على المنابر إذا ما صبرت يا علي قال أصبر لصبرك يا رسول الله لكن عندي طلب واحد إشهد طلب يا علي قال يا رسول الله إذا عصرت لا تنادي يا علي إذا لطمت لا تنادي يا علي ترى أموت يا رسول الله أنت ابن منابر ها أسامع الروايات أسامع الشعراء في هذا الموقف الزهراء لما عصرت بين الباب والجدار سمعت واحد يقول الزهراء قالت يا علي ما نادت يا علي إش نادت الزهراء خليني أدخل من هالباب إلى المصيبة مدام أنت متهيئ أنا وياك مأجور وراء الباب تبكي وتعون نادت على من يلا والله تقول تعالي لي يفضة لاحقاني على الأعتايا أبخر مني جنيني أقسى أقسى على قلبك أقسى تعالي تعرفي هل رفسني ترى ضلعين كالسرهن بطني توجهت إلى أبوها إلى أبوها يلا يلا ما أطوفها المصيبة تقول والله يا لذت بالباب لذت بالباب لكن ما علي أحجاب حسبي يا الرجس من اللذت خلف الباب عصرني عصرني يا أبوي وصدري ينصاب اتقل لها يا أبوها من غاب نورك يا ولينا حجمة رواية الشر علينا وبس شافني لمشرك بدينة يا شامحني والله رجلي 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 وسطر عاني بيمينة بينما هما كذلك فتح الباب دخلت فاطمة وفي يدها حسن وحسين لما شافت النبي ناحل الجساد مخطوف اللون قالت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للأرامل قال لا تقولي هذا يبنتي ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ألقت بنفسها على والدها منادية وأبتا آجركم الله ارتفعت الضجة وإذا بباب النبي تطرق وهو مغشا عليه طرق الباب مرة أخرى فلم يفتحوا الباب مشغولين بالمصيبة الباب يطرق والنبي مخشا عليه فتح النبي عيني فاطمة قومي وافتح الباب ترل على الباب ما تحجب حجاب ولا توقفه أبواب ولكنه يستأذن كرامة لأبيك يا فاطمة منه اللعندي الباب قال هذا المفرق بين الأحباب هذا هادم لنواحد على الباب يتخفى بكلام ينادي عليهم يا أهل بيت الإمام بالله أدخلوني على المظلال بالغمامة أطلب الرخصة من النبي سيد نادي اللي بيقومي يزهرى وافتح الباب هذا الذي ميهاب من حاجب وبوى يم الحسين هذا لمفرق بين بس هالله الله عقب عيني بحسن وحسن آجركم الله دخل ملك الموت السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام وهو يخيرك بين البقاء في الدنيا أو الرحيل عنها واعلم يا رسول الله أنه لم يخير نبي من قبلك ولا ينبغي ذلك لأحد من بعدك وإنما هو كرامة لك يا محمد قال يا أخي يا ملك الموت أمهلني حتى يهبط حبيبي جبرائيل قال حبا وكرامة ارتقى إلى السماء ملك الموت كان يقدر يقعد في زاوية ينحاز في مكان ينتظر نزول جبرائيل ولكن يشوف أن وجوده أرعب أهل البيت فاطمة تبكي الحسن يبكي الحسين يبكي زينب تبكي فما أراد أذيهم ارتقى إلى السماء فالتقى بجبرائيل قال جبرائيل قال جبرائيل أخي يا ملك الموت هل قبط روح حبيبي قال لا يا جبرائيل هو ينتظر نزولك إلى الدنيا قال هلما معي ألا ترى أبواب السماوات قد فتحت والجنان قد تزينت وحور العين لاستقبال روح حبيبي فهبط إلى الدنيا وقف عند رأس النبي قال له النبي أخي جبرائيل هذا ملك الموت يخيرني بين البقاء في الدنيا أو الرحيل عنها فما أنت قائل يا جبرائيل قال يا حبيبي يا رسول الله وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضاه لو نظرت إلى ما هيأه الله لك من الخير الكثير والنعم لما أردت البقاء في الدنيا التفت إلى ملك الموت يا ملك الموت اشرع في أمري ربك واقبض روحي آجركم الله التفت إلى أمير المؤمنين قال يا علي الزم رأسي وإذا فاضت روحي فامسح بها وجهك فر الحسن والحسين من يدي أمهما فاطمة كل واحد ألقى بنفسه على صدر جده بمهما النبي بيده قام أمير المؤمنين بشيل الحسن والحسين قال له النبي دعهما يتزودان مني يا أمير المؤمنين آجركم الله أحسن الله لكم العزاء جبرائيل عن يمينه ميكائيل عن شماله أمير المؤمنين عند رأسه الحسن والحسين على صدره الزهراء وزينب عند قدمه وقد قبض ملك الموت على روحي مدى للموت رجله أسمى لا يديه وهو يقول يا ملك الموت شدد علي وخفف على أمته حتى عند الموت ما ينساكم النبي صلى الله عليه وآله أحسن الله وعزائكم قرأ شيئا من القرآن أغمض عينه أطبقى شفته وفاضت روحه إذا حال الشيعة هذا إذا هذا حال المحبين وإش حالة الزهرة لما مدد وأبوها على صخرة المكتسب ورفع أمير المؤمنين العمامة وشافت أبوها يقلب كما شاء المغسل صاحا يتسمى الله على طولك يا جمال الهاش يودع ودع على المغسل ممدود يا خير البا فيك ونه ويا زهراء ويا أهل البيت ويا الحسن والحسين يلا أنا وياك مأجور يلي تغسل يلي تغسل والدي وين العمامة فوق المنابر ما حلا حلو الجهام قبل التشيل لخلهيت وادع اليدامة منا بعد ما نرتجي للبيت جيد يلي تقلب جسمه أبو إبراهيم بهداي وانت يا بن عباس بالهونس والله طول على المغسل شعبني وفتت حشا ممرد قلبي وموحش الدنيا علي راحت للي يحفرون القابر يشوفوا بيحفرون قبر النبي قالت يلي تحفرون القابر واسعوا مكانه بهداي نزلوا جنازته وسفروا أجفال أن يوالي على عز شال عن أولى ألفا إهاءات بعدها تصير عيشتنا وانا تصير عيشتكم هنية يا فاطمة وانا تصير العيشة هنية نهاية الأبياء جفتها في بقية المجالس وأعرف أخذت من وقتكم بس أخاف أتجاوزها ويلوموني البعض أقول لها يا زهراء وانا تصير عيشتكم هنية إحنا يوم وليلة ونسمع ونتج خلف الباب والجدار يوم وليلة وهذا الباب الذي لا يدخله النبي إلا بعد الاستئذان النيران تسعر بيا زهراء خلف الباب تبكي وتعون يلا أبيات الدعاء وأسألكم وتنادي آه إن كسروا ضلعي آه إن أسقطوا جنيني تقول ما قال أبو يا بيت أبو الحسنين باتي وما قال بالزهر أحفظوني عقوب ماتي واخر يا ظالم لا تسمع الناس صاتي والحطب خلف الباب ليش مجمعين قال هاي بشب النار قالت شبه أعليك وارحل يا خاين بالعهد للنار تصليك قال هاي بطب بالدار قالت ما أخليك شافة أمصر لزمة الباب الحزين أخوات المؤمنات أخواني يلا تهيئ قلبك ويا يلا بانت أنا ملهي وخد صوته وضربه بانيت أنا ملهي وخد صوته وضربها قال هاي زهر حجرتك لازم أطبه حض قوة بالباب يا شيعة وعصر فاطم تنادي يا رسول الله تكون يا رسول الله أعتذر منكم والله أبيات مؤلمة والزهرة عزيزة على قلوبنا هذا الشاعر يريد ألم قلوبنا في هذا اليوم يقول وانفتح باب الدار والزهرة بلخما يا رسول الله والجلس ترلاذت مبين أو بين الإجدار أمر على أعوانه وهجم بيهم على الدار وبالباب لا ذات تستتر بضعة نبينا بيت الدعاء جاها يا 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 وعصرها وفوق وجنتها لطمها وضلعين وضلعين كسرها ببطنها ولا رحمها يا الله يعز عليك يعز عليك هالإسم يلا وزينا بتشوف فوق قامت الدافع عنمها طاحت وطاح الحميل منها مسقطين